عندما نتحدث عن الجزائر وتقسمها الرؤية الإيطالية ماذا عن الموقف التونسي في أي مسافة تقف ما بين فرنسا وإيطاليا بداية أحييك أختي الكريمة والسيد إبراهيم والأستاذ محمد وكذلك السادة مشاهدي قناتكم الحقيقة لعل ما يهم ليس هو مختلف المواقف لدول الجوار أو أي دولة عربية أو أجنبية أخرى لأنني أعتقد أن العالم ممزق بشكل كبير بحيث لا يوجد تصور مهم ولا أعتقد أنه يمكن للتصور الأحادي لأي دولة أن يكون له أي قيمة في ظل هذه الأزمة الكبيرة والخانقة في تصوري أن ما يهم أن نقوله اليوم هو أن مؤتمر باليرمو هو عبارة عن غاية وستراتيجية إيطالية خاصة لا علاقة لها لا بليبيا ولا بدول الجوار إيطاليا رأت أنها في إطار صراعها مع فرنسا التي هي دولة تمتع بحق الفيتو في مجلس الأمن والذي يعطيها مساحة من التأثير الأكبر في الأزمة الليبية رأت أن الحل الأفضل والحل الإستراتيجي لمصالحها الكبيرة التي تراها في ليبيا هو أن تعود من جديد إلى المربع القديم مربع مؤتمر أصدقاء ليبيا الذي تحول إلى منتظم كان يحضره شخصيات سياسية من دول أصدقاء ليبيا على مستوى علي هي تعتقد بأن تأثيرها داخل هذا المؤتمر سيكون كبير جدا وهي فعلا تخطط لأن تحوله إلى منتظم يعقد سنويا وهي بدل أن كان هذا المؤتمر يعقد في دول مختلفة كل مرة في دولة هي تحاول الآن أن تجعله دائما علامة لبليرمو فيما يتعلق بالأزمة الليبية هي تعتقد بأنها من خلال هذا الحضور الدولي المهم الذي سعى إليه كونتي شخصيا وقام بكل هذه الرحلات المكوكية من أجل إقناع الدول بأن تمثل نفسها على مستوى علي هو يعتقد بأن تأثيرها في هذا المؤتمر أو على القوى الممثلة فيه سيكون أكثر من فرنسا وبالتالي هي سوف تسعى إلى إحداث توازن في تأثيرها على الأزمة الليبية بهذا المؤتمر مع تأثير فرنسا التي هي عضو دائم في مجلس الأمن إلى أي مدى يمكن أن تحقق إيطاليا أي شيء أعتقد في طني أنها خطوة إلى أي مدى ستطورها هذا يتوقف على الأليات وعلى مدى الانفتاح الإيطالي وعلى مدى قدرتها على عقد ربما تسويات في الكواليس لا علاقة لها بالمؤثمر ربما لها علاقة بأمور أخرى تأخذ إيطاليا مقابلها دعم كل دولة من هذه الدول ولكن في ظن ليبيا الآن هي ليست ليبيا 2012 و2013 عندما كان هذا المنتظم يعقد بشكل مستمر وأعتقد أن الأطراف نفسها المشكلة لمؤتمرات أو منتظم أصدقاء ليبيا لم يعودوا على نفس التصور القريب ولم يعودوا على نفس التحالف بل أنني أتصور في أول جلسة سوف يحصل تلاس كبير بين دول تتناقض كبيرا حول الأزمة الليبية وهناك احتمال أن يرتفع وتيرة الخلاف في الجلسة الأولى إلى ما يمكن أن يهدد استمرار المؤتمر نفسه لأنني على يقين من أن الخلافات بين هذه الأطراف هي جدا عميقة خاصة إذا كانت تمثيل على مستوى عالي بين الأعداء كما يسميهم بعض المراقبين الأربعة أو القيادات الأربعة في هذا المؤتمر كما ذكرت سينتهي بالتلاسل قد يعقد الأزمة الليبية أو مشهد الليبي معه لا أنا لا أتحدث عن الشخصيات الأربعة لا تفهميني خطأ لا لا تفهميني خطأ أنا لا أتحدث عن الشخصيات الأربعة إذن مع ما سيكون التلاسل أنا أتوقع أن أمير قطر مثلا سوف تكون كلمته أنا أتوقع مثلا أن كلمة أمير قطر ستكون حادة جدا طيب هنا أطرح سؤال يعني تنقلني إلى سؤال مهم سيد عز الدين لماذا دعت إيطاليا قطر بالتحديد في هذا الاجتماع رغم أنها معروفة بأنها تدعم الإرهاب في ليبيا وفي مناطق أخرى عودي إلى ما قلته لك قبل قليل أختي الكريمة بداية معايير أن قطر تدعم الإرهاب هذه معاييره ومعاييرك إنما بالنسبة للمجتمع الدولي له معايير مختلفة إيطاليا تعتقد أنها طالما أنها تريد أن تدفع الأزمة الليبية قدما أو هذا على الأقل ما تدعيه فيتعتقد أن كل الأطراف الذين يديرون حرب الوكالة داخل ليبيا لا بد أن يكونوا متواجدين ولا بد فعلا أن تحاول أن تؤثر عليه بشكل أو آخر إذا أرادت فعلا إعادة الهدوء إلى بحيرة المتوسط وإذا أرادت فعلا التخلص من كل المضاعفات التي تعنيها نتيجة الأزمة الليبية وبالتالي إيطاليا طبعا لها معاييرها بل الاتحاد الأوروبي له معاييره هذه المعايير هي التي دفعتها لاستدعاء قطر وغير قطر ولكن الخلاصة هي تريد فعلا أن تخلق منتظم منافس لمجلس الأمن الذي فيه فرنسا تتمتع بحق البيتو التي هي غريمتها ومنافستها الأساسية أيضا هي تعتقد بأن تأثيرها على عدد كبير من الدول التي يمكن أن تحضر هذا المنتظم منتظم مؤتمر أصدقاء ليبيا هي تستطيع فعلا أن تأخذ الحضوة تستطيع أن تتفوق فيه على فرنسا لأن عدد كبير من الدول التي لا يمكن أن نحصيها الآن هي فعلا تقريبا إلى جانب الموقف الإيطالي وبالتالي من الممكن حتى أن تحصل على توفيض من هذا المؤتمر الذي تحضره شخصيات مهمة ودول مؤثرة في أن يكون لها خطوة متقدمة في الأزمة الليبية وهنا ستحقق انتصارا على فرنسا بالمقابل فرنسا يمكنها أن تستغل كل التناقضات الموجودة داخل المؤتمر التباعد الكبير في وجهات النظر بين هذه الأطراف خاصة أن تريد أن ترد الكيل كيلين لإيطاليا بإفشال مؤتمر بليرمو كما أفشلت الأولى مؤتمر باريس وهنا أعتقد أننا نحن الليبيين آخر من يمكننا أن نستفيد من هذا المؤتمر هذا المؤتمر تحاول إيطاليا أن تصنع منه استراتيجية لتأثير أكثر في الأزمة الليبية فرنسا أيضا ستعتبره فرصة لإعادة لكمة أقوى من تلك التي تلقتها من إيطاليا من خلال التناقضات التي قد تنتج عن ذلك المؤتمر ترجمة نانسي قنقر